مرحبا بكم في قناة تحفة يوب اخبار اليوم خطوة جليدة من تونس ترد على ملك المغرب وتفاجئ الجزائر ولن تصدق عما حدث مجددا بينهم وكيف قابل الملك المغرب بفشله وردت الفعل من الجزائر وما تفعله بالتفصيل بداية وبعد الخرج المفاجئة من تونس التي فاجأت المغرب عبر استقبال رئيس صحراء الغربية من طرف الرئيس قيسايد ورد المغرب على تونس بسدعاء السفير فورا خاصة وأن تونس بهذا حسب المغرب تميل ميلا واضحا إلى الجزائر في سياستها الخارجية وماقفهما متطبقة في كل شيء تقريبا وهو الأمر الذي لا يعجب الملك المغربي وصدمه بأن فشل لآخر أما وبعد الرد المغربي أطل تونس بخطوتين شديدتين أولهما كانت بسحب السفير تونسي من المغرب فورا والأمور تسير للقطاع بينهما مع إشعال الأزمة أكتر والأكتر من ذلك بكشف عدة مصادر أن تونس لن تكتفي باستقبال رئيس صحراء الغربية بل ينتظر أن تعلن اعترافها الرسمي بالجمهورية الصحراوية وهو أكثر شيء يضغط ويحاسر على الملك المغربي الذي أصبح معزولا من كل جيرانه الذين فقدهم الواحد والآخر بسبب سياساته خاصة وتحديدا منذ هرولته للتطبيع فقد العديد من حلفائه واستفزهم وقطع بعضهم لعيون الذين طبعا معهم وطبعا الشعب المغربي أكبر من مصدرر من سياسات ملكهم الفاشلة والذي كان خدعه ترامب بصفقة مقايضة فاشلة ولم يعترف له بالصحراء الآن الأخير في مشاكل كبيرة مع الجزاء التي قطعت الغاز عليه والعلاقات والمجال الجوي وغيرها من العقوبات التي فعلتها الجزائر كرد على كل مؤامرته وتحركته وتحالفته المشبوعة وهو أيضا في مشاكل مع موريطانيا لعدة أسباب والآن مع تونس التي اتخلت موقفا جديدا وسريحا ويعتبر ربدا ليصبح محاسرا من كل الجهات وله مشاكل مع كل دول مجاورة فكل شيء أصلا كان واضحا وأن المغرب بتحالفه مع الكيان وتربع معهم ليفقد اعتقد كل دول مجاورة وحلفائه وهو ما يحدث الآن ويعاني من عزلة كبيرة ومن فشل آخر كما أن المغرب في حيرة من أمرهم ولا يستطيعون إيقاف مهات الملكهم بفشله على كل أساعدة هذا ورد تونس أيضا مجددا على المغرب بعد بيان جديد للوزارة الخارجية المغربية بخصوص استقبل الرئيس قيسايد لنظره الصحراوي إبراهيم غالي وقال البيان إن تونس ترفض رفضا قطعا ما تضمنه البيان المغربي من عبارات تاهم تونس باتخاذ موقف عدوان تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية مع علم أن الملك المغربي لم يستطع فعل أي شيء ولا أي رد عندما تراجعت أمريكا على اعترافها بالصحراء للمغرب على أتر صفقة محمد السادس مع ترامب التي اتضحت أنها ملتوية وما هي إلا مسيادة للملك المغربي من أجل حرولته سريعا لتطبيع فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم وساطة مفاجئة من الأوكران بين الجزائر والمغرب وهذا ما طلبوه من الجزائر بالتفصيل وماذا عن موقف الروس وكيف انحزوا للجزائر؟ بداية وبعد أن انحزت روسيا بشكل واضح للجزائر بخصوص أزمة الجزائر والمغرب الرئيس الأوكراني يدخل الخطو يريد الوسط بين المغرب والجزائر حيث تمر سنة الآن على اتخاذ الجزائر لقرار قطع العلاقة الدبلوماسية مع المملكة المغربية على خلفية مساس النظام المغرب بكل ما يقرب العلاقات واتخذ الملك المغرب سياسة معالية للجزائر ومواقف مرضى وتحلفات مشبوهة وغيرها من المشاكل الكثيرة التي أجلت الخلافات وعمقتها حتى محاولة نظام المغرب الإقاع بين الشعبين الجزائر والمغربي عبر تصليل إعلامه ضد الجزائر وتشويه صورتها لدى جابه وبعدها حاولت بعض دول منذ بداية الأزمة بين الجارتين لاعب دور الوسطة لإصلاح العلاقات إلا أن الجزائر لم تستجب لأي دعوة لفضل خلاف لتدخل أوكرانيا الخط لمحاولة الصلح بين الجزائر والمغرب وهو الصلح الذي يبدو صعب المنال بالنظر لكون الجزائر ترفض أي حوار مع الطرف المغربي إلى أن يغير النظام المغربي من سياسته المعادية للجزائر كليا وإلا فلا فائدة من محاولة الصلح وصلح شائك دون إزالة العدوات والتأمرات أما وبخصوص محاولة أوكرانيا الوساطة فقد وجهت مبعوتها الخاص إلى شرق الأوسط وقارس إفريقيا إلى الجزائر والمغرب ودعوتهما لتكتيف الجهود الدبناسية وإطلاق عملية تفاوضية من أجل تقريب وجهة المطر وتسويس الملفات العلقة بين البلدين وفقا لما أفاد به موقع القاهرة 24 ومن الجهة الأخرى هناك الموقف الرسي الذي مع الصلح لكن وفي نفس الوقت أبانوا في أكثر من مرة على وقفهم مع الجزائر ضد سياسة نظام المغرب لمسؤولة وطائشة هذا وبالعودة إلى تفاصيل ذلك أخبار اليوم الجزائر تصنع الحدث وتفجئ المغرب بخصوص الأراضي المسترجعة في فيكيك وهكذا ستبدأ في استغلالها لأول مرة منذ استرجعها وهذا ما حدث بتفصيل فيها مجددا بداية الجزائر تقرر استغلال الأراضي التي استرجعتها من المغرب تحديدا في فيكيك بمنطقة العرج الجزائرية والتي كانت منذ سنوات طويلة تستغلها المغرب وتابعة لها إلى أن طربت بها الجزائر ودخلت بسرعة واسترجعتها بعد تحركات مشبوهة لنظام المغرب فيها بعد أن كان الفلاحون المغرب يستغلونها دون أن تحرمهم الجزائر منها إلى أن تفح الكيل واسترجعتها الجزائر قبل عام فقد كانت أعلنت الجزائر شهر مارس 2021 غلق المنافذ الحدودية بمنطقة العرجة بإقليم فيكيك المتوجد بدأي رزبني والنيف بولاية بشار وطلبت الفلاحين المغرب بإخلاء الأراضي الجزائرية التي كانوا يستغلونها للفلاحة ولجأت الجزائر إلى هذه الخطوة بسبب الارتفاع المتزيد لتهرب المملوعة على مساوى واحدة العروضة والآن أخيرا نصروطة الجزائرية تستعد لإنجاز مشاريع وعدة فيها وأفد موقع الشروق أونلاين أن واحد العروضة بولاية بشار ستعرف حركة فلاحية هامة وسيتم مضخ أزيد من 400 مليون دينار جزائر لتمويل المشروع الذي سيساهم في تحسين ظروف المعيشية لمواطن المنطقة ومن المرتقب أن يتم رفض المحيط الزراع للواحة بالكهرباء وكشفت المصادر ذاتها أن 67 مزارعا استفاد مؤخرا من مساحات فلاحية بالواحداتها في انتظار أن ينضم إليها مستمر آخر الأمر الذي يجعل من المنطقة جنة زراعية تستفيد الجزائر من خيرتها يذكر أن الواحة كانت تضم حوالي 70 ألف شجار سنغيل وأصناف أخرى من النباتات والأشجار التي كانت تقتات منها عشرة العائلة المغربية قبل أن تقرر الجزائر إسار جعا أراضيها والنظام المغرب لم يعودهم هذا ومن جهة أخرى خبار اليوم خرج غير متوقع من الملك المغربي مجد في تعامله مع القضية الجزائرية وكيف انقلب على أدرعه فجأة وهل تكون المبادرة كسابقتها بداية وفي خطوة تصنع الحدث من طرف الملك المغربي الذي أطل في خطاب على أن يتحدث عن علاقة بلاده مع الجزائر وكعادته عندما يتحدث عن الجزائر يتحدث بكلام ماسول رغم أن وقع أفعال نظام بلاده تقول عكس ذلك تماما من تحالفة مشبوهة ودعم أطراف معادية ومنفسة غير نزيها بجانب تصليط كل إعلام بلاده لدى الجزائر ومحاولة الإقاع بين الشعبين هذه المرة أيضا وليست المرة الأولى أطل وتحدث عن الجزائر والمشكلة الواقعة قائلا حسب الدعائه أن المغرب حريص على عدم الإساءة للجزائر وشعبها مع العلم أن كلامه جاء في مرحلة وصل فيها الخلاف لأقصى من مشاكل كبيرة وخلافات يصعب إصلاحها لأن كل مسؤولين المحيطين به تمدوا في التطول على الجزائر هذا واعتبر الملك المغربي أن من يروج لإشاعات التي تدعي أن المغرب يسوب الشعب الجزائري هدفها إشعال الفتن بين البلدين الجارين وأوضح محمد الثالث أنه لن يسمح بالإساءة إلى أشقائه وجيرا لمملكه مشيرا إلى أن الحدود بين البلدين يجب أن تكتب إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق